أهلا بك أحمد كل عام أنت ومشاهدين الكرام بخير وصحة وسلامة نعم أحمد هناك تحرك كبير في الميدان لتطبيق الإجراءات الاحترازية وتجهيز المواقع التي يرتادها المواطنون والمقيمون في المنطقة الشرقية للحديث عن تفاصيل ذلك ينضم معنا متحدث أمانة المنطقة الشرقية محمد صفيان أستاذ محمد مساء الخير وكل عام وأنت بخير مساء الخير على الجميع وأقول كل عام وطننا الغالي بخير وينعاد علينا وعليكم إن شاء الله بالخير المسرات أستاذ محمد حدثنا عن عملكم ميدانيا لإعداد أو تجهيز الأماكن التي يرتادها الزوار بالفعل أمانة المنطقة الشرقية وبتوجيه من سمو أمير منطقة الشرقية ومن سمو نائبة ومتابع مع الأمير منطقة الشرقية وضعت خطة منتكاملة لعيد الفطر المبارك من حيث الاستعدادات الخاصة بالتجهيز كافة المواقع وأيضا إخضاءها لكافة البرتوكولات الوقائية والإجراءات الاترازية حيث تم تجهيز كافة الحدائق والوجهات البحرية والشواطئ أيضا تم تجهيز كافة الطرق بالمشخولات التجميلية ووضع البنارات التي تحمل هوية العيد وتهنئة العيد هذا بإضافة لأعمال التجيين التي وضعتها الأعمال في كافة أيضا الحدائق والوجهات البحرية والطرق كذلك انتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بالدورات وأيضا النوافير ووضع بعض الإضاءات المختلفة الجمالية لتضفي نوع من الجمال على هذه النوافير والدورات كذلك منطقة الشرقية انتهت من كافة الشواطئ من حيث الصيانة وتجهيز الجلسات البحرية وكذلك صيانة الملاعب والحدائق كذلك صيانة كافة دورة المياه وتزويدها بالمياه المطلوبة كذلك اخضع كافة هذه الأماكن في عملية البرتوكولات وقائية وتكثيف الجانب الرقابي من قبل المراقبين عليها كذلك انتهت منطقة الشرقية أيضا من وضع كافة علامات التباعد العلامات الرسدية للتباعد الاجتماعي الخاصة بهذه الأماكن حتى نضمن تباعد العوائل عن بعضها كذلك منطقة الشرقية وضعت أيضا جانب الرقابي على كافة الأماكن التي ارتادها الناس في هذه الأوقات كالحلات الحلويات واللحوم والمجمعات التجارية وكثفت الجانب الرقابي وتم مضاعفة عداد المراقبين يعني بعداد ودعمها بعداد حتى تتمكن من عملها الأكمل وجه في هذا الجانب وخاصة أيضا تطبيق كافة البروتوكولات الجديدة الخاصة بمحلات الحلاقة وأيضا مراكز التزيين النسائية في هذا الشأن أستاذ محمد سنويا نرى ما يشبه إعلان عن متابعة الأمانة لأسعار صالونات الحلاقة الرجالية ما مدى صحت ذلك؟ القطاع البلدي ليس مسؤول عن أسعار الحلاقة في محلات الحلاقة القطاع البلدي يلزم أصحاب المحلات الحلاقة بوضع قائمة توضح فيها أسعار الحلاقة وليس مسؤول عن أسعار الحلاقة ماذا عن الجولات الرقابية والمخالفات التي تم ضبطها خلال شهر رمضان إلى ليلة العيد؟ طبعا بلغ عدد الجولات التي نفذتها منطقة شرقية خلال شهر رمضان أكثر من 46 ألف جولة نتج عنها أغلاق أكثر من 410 محل غير ملتزمة بالتدابير وزراءات احترازية أيضا سجلت عدد مخالفات بلغت حدود 2120 مخالفة للمنشاء التجارية في المنطقة الشرقية شكرا لك أستاذ محمد نعم معك أحمد ذلك كله الجهد الذي نراه ونرصده جميعا في الميدان وصولا لعيد آمن مطمئن بكل تأكيد يعطيك العافية شادن الحائك من الدماب المنطقة الشرقية ترجمة نانسي قنقر